الغرة الأخيرة كانت في مدينة رفح حيث استهدفت منزلا سكنيا ووفقا للمصادر الطبية وصلت حتى هذه اللحظة إصابة واحدة إلى مستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطع غزة لكن اللافت هو أن القصف المدفعي لم يتوقف في معظم المناطق الشرقية لغزة حتى هذه اللحظة ما بين فينة وأخرى القصف المدفعي يستمر ويتواصل على المنطقة الشرقية لمخيم البريج وشرق منطقة المغازي وأيضا في شرق دير البلح وسط القطاع هذه المناطق تتعرض للقصف المدفعي بالتوازي أيضا مع استمرار القصف المدفعي العنيف على منطقة خانيونس وسط مدينة خانيونس جنوب قطع غزة أيضا في المنطقة الشمالية تحديدا إلى الشرق من منطقة جباليا تفتشير الأنباء الواردة من هناك إلى أن قذائف المدفعية لازلت تتساقط على منازل المواطنين هناك بشكل عشوائي وكبير خاصة في منطقة جباليا البلد وذلك في إطار استمرار القصف المدفعي العنيف على هذه المناطق في مدينة غزة لازالت الأوضاع صعبة جدا حتى هذه اللحظة أيضا المناطق الشرقية من مدينة غزة لازالت تتعرض للقصف العنيف أيضا وسط المدينة تعرض لعدة هجمات واستهدافات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا ما تحدثنا حامد عن المأساة الكبرى اليوم والتي تمثلت بعمليات إجبار المواطنين من مدينة غطنون في منطقة البريج وأيضا المنطقة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من مخيم المصيرات لأن نزوح في المشهد عكس الصورة إنسانية صعبة جدا باتت تزداد تعقيداتها يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة في ظل نزوح هذا العدد الكبير تقول الإحصائيات الأممية أن تطبيق الجيش الإسرائيلي لقرار تهجير سكان مخيم البريج وأيضا الأجزاء الشمالية من مخيم المصيرات سيطال هذا القرار نحو 150 ألف شخص هذا يعني بأن هؤلاء سيكونون في ظروف إنسانية صعبة جدا وهذا ما لاحظته خلال الجولة التفقدية التي شاهدناها اليوم من خلال منطقة دير البلح وأيضا منطقة النصيرات كيف يخرج المواطنون من هذه المناطق هربا من القصف وجحيم القصف الذي يتعرضون له بشكل عشوائي وبشكل مباشر سواء بالأحزم النارية والغالات الجوية من جهة أو بالقصف المدفعي والذي دفعهم باتجاه الخروج إلى طريقين إما إلى هنا إلى مدينة دير البلح وسط القطاع أو إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة لكن المشكلة الأكبر هي أن حتى هؤلاء إن وصلوا إلى مدينة رفح لن يجدوا مكانا آمنا أولا وثانيا المساحات باتت تزداد ضيقا في هذه المنطقة وبالتالي الأوضاع تزداد سوءا بالنسبة لهم وسط غياب كامل للمقاومات الصحية والمقاومات الحياتية وهذا يعني بأنهم سيكونون خارج الكثير من خدمات لسيما أن الجزء الأكبر من النازحين هم من النساء والأطفال وكبار الصن وأصحاب الأمراض المزمنة وأيضا سيكونون معرضون للإصابة بأمراض فصل الشتاء لسيما أننا نتحدث عن فصل الشتاء وانخفض درجات الحرارة في الليل بالدرجة الأولى وغياب كل وسائل التدفئة الخاصة لمقاومة فصل الشتاء وغياب المرافق الحيوية وغيرها من الأماكن التي يمكن أن تقويهم وتحميهم من برد الشتاء وحتى مياه الأمطار في قطاع غزة